رئيس روسيا يعلن عن شروط انهاء الحرب أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين نظيره الفرنسي إمانويل مكهون أنه يتوفر على شروط لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا وهي الاعتراف بالقرم كأرض روسية وإعلان حياة كيف وتخلي الحكومة الأوكرانية عن نازيتها وقال الكرملين في بيان عقب اتصال هاتفي بين الرئيسين أن بوتين اشترط الاعتراف بسيادة روسيا على القرم ونزع سلاح الدولة الأوكرانية وتخليها عن نازيتها وضمان وضعها الحيادي لتسوية نزاع بين موسكو وكيف ترجمة نانسي قنقر اشترك الآن في قناة أشواقع تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواقع تيفي شريط إلكتروني وطني شامل ومستقل